هذا وأعلنت القوى الوطنية في الأراضي المحتلة لإضراب الشامل والخروج بمسيرات غضب والتوجه إلى مناطق تمس تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونعت القوى السياسية الفلسطينية هنية مؤكدة أن هذا الاغتيال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده وأنه سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال